مرة اخرى مع هذا المهرجان واشواطه ورموزه وشأنه الكبير في هذا الموسم وهذا العام الفين وخمسة عشر على ارضية ميدان المرموم تحفة ميادين سباق الهجن العربية الاصيلة انطلق قبل قليل شوط الكأس الخاص بالمحليات الاصائل وسن الاذاع لاصحاب السمو والشيوخ مشاهدين الاعزاء حيث يحضر في هذا الشوط عواصيف لهجن العاصفة النايفة ايضا وزوبعة ومذيار والقحيدية والدوحة لهجن الشحانية سياسة الرايدة وطر الوسمية لهجن الرئاسة شعارات كبيرة وقديرة مشاهدين الاعزاء ونتجه مباشرة الى مقدمة هذا الشوط وكأس الشيخ مكتوم بالراشد المكتوم طيب الله ثراه المقدمة مع عواصيف حاملة شعار هجن العاصفة والذي خطف الكأس المفتوح مشاهدين الاعزاء قبل قليل على ظهر عوايد على ظهر عوايد اللي قدمها الواتق خير التقديم في هذا المهرجان هذه مشاهدين الكرام عواصيف نضمرها ايضا السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي وهو واتق المضمرين دور دور هجن الرئاسة القادمة بشموخها بكبريائها بجبروتها المحاضرة بقوة في المركز الثاني وهي وطر لهجن الرئاسة العملاقة الهجن الحساسة الكبيرة بتاريخها بشعارها الذي لا تغيب عنه الشمس وطر مضمرها سيد مبارك بن احمد بن مطر الخيالي نقل على المركز الثالث المركز الثالث مشاهدين الاعزاء دور الرايد تعود ملكيتها لهجن الرئاسة مضمرها السيد علي بن ميل الوهيب يا سلام يا سلام المركز الرابع قادمة الرئاسة بهجنها وبشعارها مشاهدين الكرام على ظهر السياسة حيث يتقدم راشد بن محمد بالسم المنصوري حاضرا بهذا الشعار في هذا الكأس في هذه المشاركة هجن الشحانية نختم بها الاذاعة للمراكز الخمسة الاولى ونداءنا الاول حيث تتواجد مذيار لهجن الشحانية الضيفة القادمة من دولة قطر هجن الانجازات هجن التاريخ هجن الرموز والسيوف يا سلام ضمرها السيد سالم بن فاران المري هذا ايضا يا لا يعني ان هذا الشوط يقف عند خمس اسماء فقط وانما هناك اسماء سبق وان ذكرتها مشاهدين العزاء سبق ولكن عودة الى مقدمة الشوط الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام تبادل في المراكز منتصف مسافة هذا الشوط الستة كيلو مترات والجائزة الكأس والمبلغ الكبير للمضمرين وخبراء التضمير الناموس الزعفران الكاميرات المحطات وفي الدرجة الاولى الناموس الناموس رياضة شريفة غفيرة قديرة محبوبة لدى حكام الخليج حفظهم الله حيث انها وصلت القمة وستغطى في القمة بمشيئة الله كما هو الان معلوم ومشهود يا سلام مقدمة الشوط بين عملاقين بين قطبين من الشعارات الرئاسة وكبريائها والعاصفة وانجازاتها يا سلام يا سلام عواصيف عواصيف في المركز الاول تعود ملكيتها الهجنة العاصمة يقدمها السيد حمد بن راشد بن حمد بن قدير تبحث عن كأس الشيخ مكتوم بن راشد المحبوب لقلوبنا اللهم اسكنه الجنان يا رحمن اللهم احسن مثواه وطيب ثراه اسمه غالي اسمه غالي يا سلام ولكن الرئاسة قادمة بقوة الرئاسة لا تأبى مشاهدين الكرام الا الهزيمة وطر 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 الله وطرها ذهبي دائما بشعارها الاحمر الخطير شعار 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 يذكرنا باسم غالي مشاهدين الكرام يذكرنا بشهج حفظت وحملت هذا الشعار الشيخ زايد طيب الله ترى الان الشيخ خليفة حفظه الله وعافاه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام المركز الثالث الزوبعة قادمة من المراكز الاخرى بداية في المركز الثالث لهجر للعاصمة المضمن سيد حمد بن راشب الحمد بن غدير ورابع المراكز ضيفتنا من ميدان الشحانية من ميدان التحدي حيث حافظ هذا الشعار على الرموز غالية هناك يأتي لمشاركة باحثا عن الرموز خارج البلاد في بلده الثاني في أشقاء ولقاء إلى أشقاء والأخوان المركز الثالث اللي هي مذيار لهجر الرابع الرابع مذيار لهجر الشحانية يقدم السيد سالم بن فاران المرية السلام المركز الخامس اللي هي الرائدة لهجر الرئاسة تعود ملكيتها مضمر السيد علي بن ميل الوهوبي الله وطر 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 الرئاسة اليوم اليوم الرئاسة جاهزة للكاس جاهزة للكاس الف ومئتين على خط النهاية لوحة موعد خطير مثير للغاية نصلها في هذه اللحظات ووطر في المقدمة وزوبعة ترفع راية التهديد تبحث عن الكاس شعار هجر العاصمة خاطف كأس المفتوح يتجه مع زوضع مشاهدين الكرام اللي بدأت تتسلل وتتغلغل في مقدمة شوط ملاحقة وطر حاملة الشعار الأحمر القدير هجر الرئاسة دخول أيضا دخول أيضا من الكهدية لهجر الشحانية يا سلام هجر الشحانية الباحثة عن المزيد من تحقيق الإنجازات مع الذهبي سالم بن فاران المري لكن عودة إلى مقدمة شوط الله زوبعة 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 العاصفة 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 مشاهدين الكرام تصفيقنا وينه تصفيقنا وينه تصفيقنا وينه يا سلام يا سلام الكاس الثاني كأس الأصائل المحليات في هذه اللحظات يبدو أن حمداني الكاس حمداني الكاس لزوبعة العاصفة زوبعة العاصفة لمؤسسة من أقوى مؤسسات الهجن منذ أن دخلت التاريخ بشعارها بلونها بأسمائها بمالكها سيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب كأس مميز حاملة الرقم غالي على قلوبنا 11 على خدها ورقبتها زوبعة تعلن اختطاف كأس المحليات هجن الدار والاستثمار الحقيقي أغلى من الين والدولار يا سلام يا سلام الله الكاس حمداني للعاصفة للعاصفة كأس المحليات تهانين مشاهدين العزاء للمرة التارية لسيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب مالك هجل عاصفة وللواثق حامد بن راشد حامد بن قدير وطر جاءت ثانيا لهجن الرئاسة ثالثا وصلت في ذيار لهجن الشحانية ضيفة من دولة قطر شقيقة وايضا ضيفة من دولة قطر شقيقة اللي هي الحيدية جاءت في المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس عواصيف لهجن العصفة تهانينا يا براشد تهانينا يا براشد تهانينا يا حمدان حمدان بن محمد الذهب سيدي سمو شيخ حمدان خاطف الرموز خاطف الذهب في الهجن والخيول في كل مكان وزمان في الشتاء والصيف مالك هجن العصفة هذه هي مشاهدين الأعزاء هذه هي من خطفت كأس المحليات هذه هي من انتزعت كأس المحليات تهانينا زوبعة زوبعة ثمان دقائق ثمان وخمسين ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا لهجن العصفة ومالكها سيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وتهانينا لواثق المضمرين بطل الأبطال حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثاني وطر لهجن الرئاسة وشعارها العملاق تهانينا والناموس توقيتها لمسافة الستة كيلومترات تسع دقائق ثانيتين وجزء واحد من الثانية تهانينا لهجن الرئاسة والمضمر السيد مبارك بن أحمد بن مطر بن مائد الخيالي المركز الثالث وصلت مذيار قادمة مشاهدين الكرام من هجن الشيحانية في دولة قطر شقيقة مقدمها سالم بن فاران المري نحترمها ونحترم شعارها الكبير تسع دقائق وخمسة ثواني وثلاث أجزاء من الثارية توقيتها اشتركوا في القناة